إذن الله تعالى طيب إذن لا تفكر أنت في الحدث الموجود إنما فكر كيف أغير الحدث السلبي أنت مديون طيب قد يقول لقائل كيف يتعامل بمرونة نفسية وأنا مدين يا أخي الكريم تخيل أن أعضائك كلها سليمة إلا عين واحدة تمارس حياتك سليمة ولا لا تمارسها أم تجلس من أجل هذه العين لا قدر الله أن رجل واحدة عندك ما تمشي منها هل أنت اكتأبت الحياة بأكملها طالع غيرك خل عندك مرونة نفسية طالع غيرك من من معهم بعض العاهات ولكنهم يعيشون من أسعد الناس ويخوضون تجارب الحياة ويعملون ويشتغلون ويقومون كل منكم ربما رأى مقاطع الذي مبتوره كلتا يديه ويشتغل في مهن صعبة رأيتم الأعمى كيف يعمل في مهن صعبة ورأيتم 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 عندما تعيش أنت في النظر إلى الزوايا الإيجابية سوف تعود حياتك أنا أشبه بعض ظروفنا مثل الذي عنده غرفة شغال نص الإضاءة ونص الإضاءة طافية يجلس وين؟ في الظلام ولا في النور؟ هنا السؤال حياتك أنت في جزء منها مظلم وهي الظروف الصعبة والقضايا الصعبة والمشاكل التي فيها ولكن فيها جانب آخر مضيء اذهب إلى الجانب المضيء هذا حاول أن تجلس في الجانب المضيء على ضوء هذا الحديث أيضا الناس اليوم اعتزل الأشخاص المؤذين اسمعها مني مرة أخرى من المرونة مع النفس وسعادتها لا تجلس مع المؤذين ابتعد عن المؤذين إذا مررت بما كان فيه إذا ابتعد عنه تخيل معك مرض حساسية وهذه الحساسية فيها مشكلة من طيب معين أو عطر معين أو شيء معين تجلس كذلك الحساسية النفسية خصوصا إذا كان هذا لا يتمتك به صلة قرابة أصلية كالوالدين مثلا أو الإخوان أو الأخوات أو ذو رحم أصلية فراحتك النفسية مطلوبة ولذلك أنت بحاجة إلى أنك تنزه نفسك عن بعض المجالس عن بعض الهاشتاغات عن بعض السنابات عن بعض غيرها حتى تعيش سعيد في هذه الحياة حتى ترتاح و كما ذكرت قبل قليل القاعدة أفكارك تنتج مشاعرك و مشاعرك تنتج حياتك و أسلوبك في الحياة في التعامل معها و لذلك ضغوط الحياة هذه كيف نتعامل معها إذا تعاملنا معها بنفسية إيجابية مرنة عشنا سعداء و تجاوزنا المراحل هذه يعني أعطيكم مثال كنا صغار و لنزال صغار في هذه الحياة الطالب طبيعي أن يقلق طبيعي أن يقلق في المذاكرة طبيعي أن يقلق من الاختبار طبيعي أن يقلق في الوظيفة من أجل طبيعي أن يقلق إذا أردني تزوج طبيعي أن يقلق وهو يريد شيء من الحياة الدنيوية سيارة أو منزل أو غير ذلك من الأشياء طبيعي أن يقلق هذه أشياء تعاملوا معها يا عيالنا أنها طبيعية الأباء كذلك يتعاملوا مع حياة عيالهم بمرونة أنها طبيعية هل ولد هذا طبيعي قد يكون شقي قد يكون مش دارس قد يكون مش متوظف قد يكون مش كذا أنت واجب عليك توجه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لكن تعامل معهم بمرونة لا تجعلهم شقاء عليك طبيعي بيطلب منك وطبيعي البنت بتطلب منك وطبيعي بحوائجهم وطبيعي كذا بيصير وطبيعي بتختلف معاهم وطبيعي بتضحك معاهم طبيعي كل هذا طبيعي تطلع معاهم مكان وتشاجرون طبيعي ويقع بينكم هذا كل طبيعي الذي ليس طبيعي هو أن تعامل مع هذه الظروف أنها مشاكل وأن الحياة سوداوية و لذلك التعميم قاتل الأبناء ما فيهم خير البنات ما فيهم خير الآباء اليوم ما يربون إلى غير ذلك من الكلمات و ليه ليه تقول العبارات هذه بعض الناس يقول هذه العبارات الجارحة لوالديه تخيلته يكلم أبوه عن أخوانه يعني الولد مخطي أخوه مخطي واش دخل أبوك مسيكين تقول له أنتو مربيتوه يا الله ايش هالعبارة هذه ايه ليه العبارة هذه تقولها حق أبوك ليه تقول حق أمك أنت مهملة أنت مهملة هذه عبارة هذه عبارة إذا كان الزوج نقول له ما ينبغي عليك أن تقول حق زوجتك الكلام هذا لابد أن نعيش نحن على ضبط النفس قدر المستطاع طيب كيف يمكن أن تتعامل بمرونة مع أزماتك أن تفكر كيف تخرج من الأزمة بعض الأخوات تمر بأزمة طلاق أو تمر بأزمة زواج أو تمر بأزمة فقد أحد الوالدين ولا سيما إذا كان فقد الآخر من الوالدين يعني توفي الأب مثلا والآن توفيت الأم وتعيش أزمة مسيكينة ما عندها أحد سوف تكون وحدها في البيت ضحت من أجل الأم ضحت من أجل كذا بعض الناس ترى عنده أزمات قد يعني يتعب فيها فواجبكم أنتم تحسسونها بأسلوب المرونة النفسية إن شاء الله خير يا أختي إن شاء الله يا أخوي بيصير خير ولذلك الإنسان فعلا مشاكل الضغوط كل ما حرص أن يتعامل معها أنها درس من دروس الحياة سوف يعيش سعيد أي مشكلة في حياتك وظفها أنها درس من الدروس و دائما أنا أقول لنفسي كل مشكلة في حياتي أجعلها مقرر دراسي هكذا قاعدة عمري عمري في مواقف موسى في مواقف موسى و أجعلها الخضر عليهم السلام تدرك دروسا عظيمة في قصة الغلام و قصة الجدار و دروس هائلة بعض المشاكل و بعض المصائب أنت تنظر إليها أنها خسارة هي ليست خسارة هي ربح لأنك تعاملت معها بمرونة نفسية لا تقول خسرت من المشروع دخلت في أمر بزنس و تجارة و فعلا طلعت خسران لا أنت ما طلعت خسران أنت استفدت مقرر دراسي و لكن المقرر هذا قد يكون فيه فلوس و هذا مشكلة بس تفضل